أصدرت القمة العربية اليوم بيانا خاصا عن العدوان على غزة وطبعا يعني كان العنوان يعني فيه إدانة بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي أيضا الإنساني بما في ذلك طبعا استشهاد المدنيين والمنشآت طبعا المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولة التهجير القصري وما نتج عنها أيضا من قتل وإصابة عشرات الألاف من الفلسطينيين الأبرياء تفاصيل أكتر بتبعها معنا من المنامة من القمة الزميل محمد عبدالله موفد التلفزيون المصري بالمنامة مساء الخير يا محمد ياريت تطلعنا على كل التفاصيل عندك شكرا شفكي بتأكيد قمة هامة للغاية هي قمة عادية دورة الثلاثة والثلاثين للجامعة العربية لكن الظروف المحيطة بها هي ظروف استثنائية الإعلان البحرين زي ما توقعنا ركز على الجانب الفلسطيني وعلى التطورات المأسوية الحاصلة في قطاع غزة وما يحدث للأطفال والفلسطينيين العزل في القطاع كان هناك إعلان خاص منفصل إعلان عن الأوضاع في غزة أصدره القادة والزعماء العرب نظر لهمية الأمر وعن التطورات القاصلة في رفع ما نتوقف فيه أمام هذا البيان وأمام الموقف العربي أن هناك رفضا قاطعا ورسالة شديدة الوضوح وشديدة اللهجة إلى الجانب الإسرائيلي تم سياغتها في البيان الختامي للقادة والزعماء العرب والخاصة بأن أي عملية تهجير للفلسطينيين داخليا وخارجيا هو مرفوض رفضا تاما ومخالف للقانون الدولي وأن العرب سيتصدون جميعا لهذا المخطط جميعا نضع تحتها كذا خط معنى هذا أن هناك إجماع عربي على رفض هذه الممارسات أن هناك إجماع عربي ولد عربي موافقة كل الدول العربية على رفض عملية التهجير سواء التهجير الفلسطيني الداخلي إعادة التركيبة السكانية نقل الفلسطينيين من قطع غزة إلى مكان آخر أو نقلهم من الضفة الغربية إلى مكان آخر أو تصفية القضية مثل ما يريد نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ونقل الفلسطينيين خارج حدود فلسطين التاريخية هو يريد أن يصدر المشاكل إلى دول الجوار مصر والأردن وكان هناك أيضا رسالة حاسمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجانب الإسرائيلي وللعالم من خلال هذه القمة بأن ما يحدث في قطاع غزة هو يجر المنطقة كلها إلى الفوضى وأن هناك طريقان لا ثلثة لهم إما طريق السلام وإما طريق الحل العسكري وإن الحل العسكري دائما ما أثبت أنه غير جدوى ولم تستطع إسرائيل من خلال الحل العسكري أن تجنح إلى السلم أو أن تعيش في هدوء ومن ثم سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة أن جر المنطقة إلى الفوضى ومن خطورة ما أسمه وهذا مسمى دقيق لغاية أن إسرائيل تلجأ إلى حافة الهوية وهذه السياسة مرفوضة إذن هناك إجماع عربي على التعاون مع الملف الفلسطيني ورسالة حاسمة من العرب ومن القادة العرب هنا من البحرين بأن القضايا الفلسطينية لا تزال هي القضية الأولى لدى الجانب العربي ولدى القادة العرب ولدى الدول العربية ولدى بالتأكيد لدى الشعوب العربية هناك شيء مهم للغاية أحب أتوقف مع شافكي معاكي فيه وهو ما عنته مملكة البحرين عن تبني مبادرة هامة للغاية عن التعليم ودعم الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانوا من أويلات الحروب هذا شيء مهم لغاية أعود إليك من جديد شافكي شكرا طبعا شكرا جدا زميلنا العزيز وطبعا نحاول أن نقدم لكم كل التفصيل وتغطية مختلفة ونحاول أن نقدم ما يدور في كواليس أو ما دار في كواليس القمة العربية اليوم